أن هناك أخطاء بتظهر من الوسائل التواصل الاجتماعي ما فيش اكشن وري اكشن ما بين العميل وما بين المنتج ما فيش تفاعل ما فيش تواصل وده بيخلين نقول لي احنا لا نستطيع الاستغناء عن التسويق الترديشن القديم اللي هو مصوّج بيروح يا أبي العميل وجه عن الوجه بيأنعه بشراء المنتج والخدمة وبيرد على اعتراضات بتاعته عنده مشكلة بيحلها له فهنا بتلعب الزكاء العاطفي والتواصل مع العميل مهارات كبيرة جدا ولا دور كبير جدا في التسويق والاقناعة ولكن دي مش موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن اشتري حزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادفع الفلوس ووفاجئة انه جال لي لقيته ديء او مش مناسب او الاخري مشاكل كثير طبعا في بعض المشاكل طبعا كل حاجة ليها مزايا وعيوب ولكن في الحقيقة انه وده اسمه التسويق المباشر وهو رجل المبيعات وتسويق الشركة يكون مؤهل للتعامل مع الاملاء وعنده قدرة فائقة على الاقناع ومقابلة العميل واحترامه واحترامه فكره ورأيه ويحط نفسه مكان العميل بتاعه ويقدر انه هتباع لكن احنا في نقول ايه نحن نستطيع استخدام الوسيلتين التسويق التقليدي بالأدافة الى التسويق لا سيما الشباب اليوم النهاردة وزيما بندربهم بيبتلوا انه هم المبتدئين ما عندوش استقف ومش في شركة ولا اي حاجة بينجحوا انه هم يعمل صفحة لوسيلة تواصل التماء يحط المنتج بين بينهم ازاي انه يبرز منافع المنتج وصف المنتج بس يركز الاول على المنافع يعني يركز على المنافع بتاعت المنتج والخدمات بتاعته ويبرز المنتج بشكل حلو جميل ويعمل لي فيديو صغير جزاب عن المنتج بتاعه دو ويقدم الشركة بتاعته ويحط الايه لرقم التلفون والتواصل بتبتيل المبعات بتاعته بتزيد شوية شوية طيب ليه اغلب شبابنا بيخافوا من فشل المشاريع بقى لان الخف من الفشل الخف من الفشل هو اللي بيخلي الواحد انه حاسس انه يفشل ثانيا قد يكون ان راح اخد قرد من البنك عليه فوايد وعليه قصات وهو ما بيعرفش يسوأ فتجد انه مطالب انه عليه تحميل كبير جدا اخر الشهر لازم انه يسدد مبارئ الى خيري ومش عارف يسوأ فالمنتج بتاعه غير رائج فبالتالي فالتسويق فان هناك رجلان عادين قدام بعض بيبيعه واحد يبيع العسل ما عنده زباين والتاني بيبيع خل وعنده زباين راح الراجل يبيع العسل راح نبتع الخل قال له يا عمي انت عم تبيع الخل وعندك زباين كتير انا ابيع العسل ما عنده زباين قال له انك انت تبيع العسل بلسان من خل وانا ابيع الخل بلسان من عسل فهنا التواصل والوصول الى قلب المسترق فالمسوق البارع الشاطر يستطيع ان يبيع تلج في هذا الشتاء ويستطيع ان يبيع المشتل الأقرع ايوه صح ده ده النجاح ده طبعا ده بيبقى موهبة كده عند الشخص اللي بيبيع دايما كنت اسمع اخسر صفقة وما تخسرش زبون دي في البيع يعني ما عنديش مشكلة اخسر صفقة فعلا او اخسر بيع بس العميل ذات نفسه يبقى معايا دي هو دي مش مشكلة يعني هو الحقيقة ان هو كل الناس النهاردة يبحثون عن العملاء صحيح ان العميل الراضي هيجيب عميل تاني وثالث ورابع وخامس هو بيستخدام الكلمات والاخرية اما العميل الغير راضي فانه يخبر من 9 الى 15 شخص وكل واحد من 9 الى 15 بيخبروا 9 او 15 كمان عدم رضاهم عن الخدمة ويمكن قلت الحردك منذ قليل ان 82% من اصل 100% ان العملاء بيبطلوا يتعاملوا مع الشركة ليه بسبب سوء الخدمة فيبقى معنا كده لو انا النهاردة عندي منتج وعندي خدمة سيئة يبقى انا كمسوق انا اول واحد بقتل نفسي بنفسي وما بعرفش ان انا اسوق يبقى خلاص لكن لو عندي منتج قليل الجودة وبعرف اسوق كويس هيبيعوا صحيح وفي عندك منتجات سينية وفي منتجات قرجل دي عليها طالب ودي عليها طالب بس ده بيسوق تقول ده سيني يقولك مع القد جودته ما يقولك شو وحش صح وده لي زبانو وده لي زبانو حير وخارس وانا لازم افهمل ايه العملاء دولة محتاجين ايه وانتقلهم المنتج المناسب للعميل المناسب بالسعر المناسب ونفسي برضو لو منتج بسعر عالي وجودة عالية ابا انا عارف من الزبون بتاعه ترجمة نانسي قنقر